جماعي من أجل الديمقراطية إن التصويت هو أمر مهم من أجل خيارات الأمة وهذا ربما لا يتم استشعره بنفس الطريقة لا أستطيع أيضا أن أتجاهل الأوج الأشروخ وهذا إنما يعبر عن التشكيل الجديد للجمعية الوطنية هناك تعبير عن القلق هناك تعطل في بعض الأحياء الشعبية وفي القرى هذه الانتخابات التشريعية جعلت من الأغلبية الرئاسية هي القوى الأساسية في الجمعية ولكن وهذه ظاهرة جديدة وكما معظم الدمقراطيات الغربية سواء في ألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى ليست هناك قوى سياسية واحدة من شأنها أن تقوم باعتمار القوانين لوحدها ربما نحن نقصنا حوالي أكثر من ثلاثين نائب للوصول إلى الأغلبية المطلقة وبالتالي لدينا المسؤولية من أجل التوسع إما من خلال مواثيقة للاتلاف أو من خلال تصويت نص بنص قانوني وبالتالي علينا أن نعمل بسرعة جماعية للحكم والاشتراع بطريقة مختلفة البناء مع القوى السياسية التي تشكل هذه الجمعية الجديدة من خلال الحوار والاستماع والاحترام هذا ما أردتمه أنتم وأنا أسجل ذلك هذا لا يعني السكون هذا يعني بأنه أن نتوصل إلى اتفاقات من خلال الحوار والاحترام والصرامة وبالتالي هناك تغييرات ينبغي التعبير عنها بحرية تم التعبير عنها بهذه الانتخابات أنا تبدلت مع قادة جميع القوى السياسية القادرين على تشكيل مجموعات في الجمعية الوطنية وأستطيع أن أنقل بكل وفاء هذه المحادثات وعندما أقول بأن الجميع حبروا احترامهم لمؤسساتنا وعدم الدخول في تعطيل بلادنا أحترم هذا وحييه معظم القادة الذين أتغيتهم عبروا عن رأيهم بشأن الاتحاد الوحدة الوطنية وهذا بالنسبة لي غير ملائم والبعض الآخر عبر عن رأيه بشأن موضوعات أساسية كالقدرة الشرائية والعمل والوصول إلى العمل الكامل والبيئة والأمن أعتقد بأنه من الممكن في هذه اللحظة الحاسمة التي نمر بها أن نجد أغلبية أوسع للعمل كما تعرفون أنا على قناعة بضرورة التجاوز السياسي منذ فترة الأولى أنا مرست ذلك وهذا يستجيب للكثير من تطلعاتكم للخروج من هذه المواقب السياسوية من خلال البناء عبر الحوار والعمل الجماعي وبالتالي أود في الأسابيع القادمة أن يتم هذا التجاوز من خلال الوضوح والمسؤولية أولا فيما تعلق بالوضوح هذا يعني علينا أن نتعد عن التجانس الذي عبرتم عنه كانتخابي كرئيسا في شهر أبريل لسان فيما يتعلق باستقلاليتنا في فرنسا وفي أوروبا وأيضا من خلال الدفاع القوي والطموح والبحث بامتياز وصناعة وذراعة قوية من خلال الاستثمارات المستقبلية ومشروع للتقدم الاجتماعي من خلال المدرسة والصحة وإعادة تأسيسها ولينبغي الاستثمار في ذلك ومشروع أيضا تقدم بيئي من خلال التخطيط ومشروع أيضا أمني وعدالة ولكن أيضا مشروع مسؤول أي ذي مصداقية ويمكن تميله ولذلك واعتبارا من هذا الصيف علينا أن نتخذ إجراءات سريعة لنستجيبة لإحتياجاتنا اليومية قانون للقدرة الشرائية القرارات الأخرى لسير نحو العمل الكامل قرارات فيما تعلق بالطاقة والبيئة ترجمة نانسي قنقر